صعدت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بدعم من مشاريات المستثمرين المصريين بينما مال التعاملات العرب والأجانب للبيع وقد ارتفع فيها رأس المال السوقي لأسم الشركات بـ 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10467 نقطة وأغلق عند 10467 نقطة مرتفعاً بـ 27 من 100% كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1844 نقطة ليحقق نسبة قدرت بـ 76 من 100% كما فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 2768 نقطة ليغلق عند مستوى 2783 نقطة مرتفعاً بنسبة قدرت بـ 55 من 100% إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيهاً و21 قرشاً للشراء و18 جنيهاً و33 قرشاً للبيع بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 19 جنيه و 15 قرشاً للشراء و 19 جنيه و 27 قرشاً للبيع وذلك في حين وصل الجنيه السرليني إلى 22 جنيه و 62 قرشاً للشراء و 22 جنيه و 78 قرشاً للبيع بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإمراطي ما قيمته 4 جنيهات و 95 قرشاً للشراء و 4 جنيهات و 99 قرشاً للبيع في حين وصلت قيمة الريال السعودي إلى 4 جنيهات و 86 قرشاً للشراء و 4 جنيهات و 89 قرشاً للبيع